تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في تغيير واقع وتطوير الريف في محافظة الدقاهلية لتكون نقطة تحول في شكل الريف المصري ليحوله إلى أماكن جاذبة للسكان وتشهد كرة مركز شربين بالدقاهلية أعمالا مكثفة تسير على قدم وساق لتطوير 26 قرية بالمركز كما يجري التنصيق التام من قبل جميع الأجهزة التنفيذية وقطعات المرافق لإزالة كافة المعوقات وللانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المرافق وجميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة تم إحلال تجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتم تغيير أعمدة الإنارة بالكامل تغيير محاولات الكهرباء ودعم القرية بتلات محاولات أخرين ميجا بالإضافة أنه طبعا اهتمنا بالجانب الإنساني من قوافل طبية ومساعدات وتجهيز عرائس بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة تم تجديد مبنين مركز الشباب الضهرية وتنجيل ملعب خماسي بالإضافة لمركز طبي متطور يتبع هيئة التأمين الصحي الشامل تم تنفيذه على مساحة 2500 متر بالإضافة طبعا لخطوط الصرف الصحي والبيارة كل المشاكل اللي كانت القرية بتعاني منها تم تفداء خالص وتم تجديدها بصفة عامة الحمد لله الإنجازات اللي تعملت ما كناش نحلم بها من غاز لكهرباء لصرف صحي لمية لتلفونات لجميع الخدمات صحية لخدمات عامة والحمد لله بنوجه شكرنا له مرة تانية وتالتة ولولا ربنا سمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش نشوف العجاد دي في تاريخ حياتنا طبعا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الأرض والتي لم تحدث على مر التاريخ المصري إلا في العصر القديم ولا في العصر الحديث أن يجي رئيسه يهتم بالكرة المصرية